السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني معكم محمد من قناة منوعات تعليمية اليوم درسنا اللي هو الأخير عن برنامج شباركاسي اللي هو اللي احن نشرح فيه ميزتين اللي هي الميزة الأولى اسمه موبيلس بتسعلم والميزة الثانية اسمه كفيت هدول ميزتين بصراحة بعتبرهم حلوين يعني مجايدين اول ميزة اللي هي موبيلس بتسعلم بتفوت انت مشان تفاعل بطاقة تبعك اللي هي بطاقة البنك بتفعلها عن طريق هاد البرنامج اللي هو شباركاسي بتفعلها وبتصير بطاقتك نفس الشكل موجودة عندك هالبرنامج تبع شباركاسي يعني شو الفكرة من هاي انه اذا انت مثلا نزلت على سوبرماركت بتكتشتري الغراض ونسيت جزدانك مثلا بالسيارة والسيارة والجزدان موجود في البطاقة تبع البنك فانت بدك تحاسب فبدك تضطر انك ترجع على السيارة وجيب البطاقة وترجع تحاسب هون لا اي الميزة بتلعب هذا الدور بتفتح على موبايلك انت بس فتحت على موبايلك بتكون موجودة نفس البطاقة عندك على برنامج هالشباركاسي بس بتفتح هيك بتأشر على الجهاز وبتغري بياخدها البطاقة بتنخصي من الفاتورة من حسابك عاد مثل كأنك حطيت بطاقتك بس هي بتكون على الموبايلك تمام هاي الميزة والميزة التانية اللي هي الكفيت هاي الميزة تبع الكفيت شو قصتها احيانا الواحد مثلا بده يحول مصاري من حسابه لشخص مثلا مضطر على مصاري هون النظام مثلا باوروبا السبت والاحد بيعطلوا عطلين فلنفترض اتصل فيك مثلا اخوك وقال لك انا مأطوع بالقرن الفلانية ولازمني المصاري ما معي مصاري حول لي علي حساب مصاري تمام اذا انت كنت يوم السبت مثلا بدك تحول له مصاري بدك تحول له عن طريق التحويل العادي اللي هو الاوبافايزن هاد التحويل اذا حولته وكان يوم السبت ما بيستلم المصاري الا اليوم التاني لانه السبت والاحد معطلين فما بيتحول له المصاري تمام؟ بدك تضطر انك تستنى اليوم التاني اللي يستلموا طب ما هو اخوك قالك انه بده المصاري هلا لانه متعطل ومضطر بالشارع هو فهي الميزة اسمه كفيت الميزة انه انه انت بتبعط مصاري لاخوك على حسابه مثلا فورا لاخوك لصديقك لعمك خالك رعبينك اي حد تمام؟ طلب منك مثلا بتحوله عن طريق الميزة تبع الكفيت تمام؟ بتفوت مثلا تحط المبلغ اللي بدك يا و قدشتك تحول له فورا بتعمله هيك بتفوت بدك التحويل بتحول له عن طريق الاسماء بتفوت بتلاقي لائحة الاسماء عندك بتلاقي كل من عنده هاي الميزة اللي هي اسمه كفيت بتلاقي محطوط عليها اشارتين صح انه هذا عنده اللي هي ميزة الكفيت تمام؟ فهي هي الميزة الكفيت انه بتحول مصاري فورا مثلا هلا بسوالي بكونوا عند الشخص اللي بتحوله المصاري فراح نحكي عن هدول الميزتين ان شاء الله هذي بكون اخر درس بالنسبة لموضوع هذا البنك الشباركسي تمام؟ طبعا انا رح احط لكم صور مطبقة انا مطبقتها لهذه الصور لانه البرنامج تبع الشباركسي فيه حماية فما بيسمح لي اني صور هاي العملية تبع تثبيت البطاقة وعملية التانية تبع تفعيل الكفيت حاولت اني صور فيديو متل العادة فما مش الحال فراح احط لكم صور انا وش رح لكم الترتيب بالصور ان شاء الله هيكون سهل تمام؟ يلا خلينا نبلش تمام هلا رح نبلش بأول واحدة اللي هي موبيل سبيتسال هاي رح تفوت على البرنامج باركسي تكبس عليها هاي الاشارة بعد ما تكبس عليها رح ينقلك على صفحة تانية الصفحة التانية رح يكون فيها كتابات كتير كتير مكتوبة فانت هاي الكتابات عم شرحولك عن البرنامج وشو وظيفته وشو الشروط وشو الاتفاقية اللي بينك وبينهم تمام؟ يعني هاي الامور كلها هاي فانت شو لح تعمل رح تنزل لتحت تحت 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 لالاخير بعدين رح يطلع لك هاي الكلمة اللي هي اه تسوشتمن او تسوشتمن هاي اللي عم اشهر لكم هاي هلا تمام؟ تكبس عليها هاي معناتها انك انت موافق على هاي الشروط كلها يعتق تمام؟ بعدين كمان تقلب على صفحة تانية تمام؟ 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 يقل لك على الصفحة اللي بعدها سيقلب على صفحة المساعدة تكدد قلبي الرمز تابع البطاقة الرمز تابع البطاقة اللي هو سيكون بوست لايتسالن تمام؟ تكون كاتبير للك هاي اختصار حرف الب والل والذت تمام؟ هاته هاته تلاتها被 تكون كاتبير لك هاي هو بوست لايتسالن هذا الرقم بتلاقي على البطاقة تبعك مطرح من مكتوب رقم الإيبان بتلاقي مجزء الرقم تبع الإيبان لثلاث أقسام أول قسم بيكون مكتوب E B A M بعدين بتلاقي رقم مكتوب B L Z هذا الرقم اللي بدك يا أنت قداش بيبلش مثلاً الرقم هو مألف من 8 أرقام تمام؟ هو مألف من 8 أرقام بتلاقي موجود عندك على البطاقة مكتوب هيك B L Z وتحت منها موجود 8 أرقام فهذا الرقم اللي أنت لازم تحطه تمام؟ بتحط هذا الرقم هذا معناته أنه أنت لأي بنك تابع تمام؟ لأي مدينة لأي بنك تابع لأي فرق من أفروع البنوك طبع الشباركسي تمام؟ فبتحط هذا الرقم أنت وبتعطيه بعدين كلمة VITA تمام؟ بس تعطيه كلمة VITA بيقل بك على هاي الصفحة الصفحة بتلاقي محطوط هون إشارة زائد تمام؟ أنه أنه حط البطاقة الجديدة هون تمام؟ فأنت شو بتساوي هون؟ هون بتعمله بتكبس على إشارة الزائد هاي تمام؟ بيقوم هو شو بيقلك؟ بيقل بك على صفحة تانية اللي هي مثل هاي بيكون مكتوب عندك أنه أن ميلدونج تمام؟ وتحتم منها البين شو بيقصدوا به هدول؟ بيقصدوا أنك أنت لازم تحط هلأ رقم حسابك رقم حسابك اللي هو شو؟ اللي رح تفعلته أنت أونلاين تمام؟ اللي هو بيجي مألف من عشر أرقام تمام؟ اللي هو رقم حسابك بيجي مألف من عشر أرقام كمان بتلاقي موجود على البطاقة تبعك مطرح من مكتوب الإيبان آخر شي بتلاقي مكتوب كونتو نومار هذول الأرقام اللي تحت كونتو نومار هنه عشر أرقام هذا هو بيكون رقم حسابك على ما أعتقد اللي بيعمل لك يقول موظف بيشرح لك تمام؟ بالإضافة للبن البن شو؟ البن اللي اتفقنا عليه نحن أنه أنت وتمت تجديد دخوله على حسابك اللي بيعمل في خمس أرقام تمام؟ هذول الخمس أرقام بدك تحطهم في مطرح البن اللي أنت حطيتهم لتفعيل اللي بيعمل تمام؟ بس تحط هذا الموضوع أنت كمان بتقوله تحت فيتا على اللي بعده تمام؟ وبينقلك بعدين على صفحة وبيقلك أنه حط في رقم هون اسمه البوشتان تمام؟ اللي هو بيكون تي إن آ تان تمام؟ بوشتان هون شو الموظيفة؟ الوظيفة بقى أنت تروح تجيب الرقم يلي بعتوه لك يا على البرنامج شو؟ برنامج اللي حكينا عليه التاني تبع اللي شباركسي اللي هو برنامج البوشتان هذا لتأكيد من المعاملة وأنك أنت موافق على الشي اللي عم تعمله تمام؟ بتروح على البرنامج هذاك بتفتح عليه وتقوم بتلاقي حاطي لك نفس هاي أربع أرقام عفوا ست أرقام بتلاقينا حاطي لك ست أرقام تأخذوا دول الست أرقام وترجع أنت على البرنامج اللي شباركسي مطرح ممكتوب هاي اللي هي بوشتان اللي هي تان بتحط هذا الرقم هون وبعدها بتعطيه فيتا تمام؟ بس تعطيه فيتا هون بقى بيمشي الحال تطلع هيك بتلاقي حاطولك هون على الشاشة صورة البطاقة تبعك تمام؟ وبيقولك أنه هون انت تفعلت البطاقة تبعك وصار أمورك جاهزة هون بنكون خلصنا من هاي اللي هي مميزة الموبيلز بتساعد كتير ظريفة وسهلة تفعيلها كتير سهل ما بده أي شيء تمام؟ انت مجرد ما فعملت هالطريقة كله اللي عمقلك عليها بتطلع بعدين هيك بتلاقي حاطولك اللي هي البطاقة بتلاقيها موجودة هيك عشاش تل برنامج تبعك باركاسي تمام؟ وتعمل دخول طبعا لجوه فهل موضوع كتير سهل وزريف هاي بالنسبة لموضوع اللي هي الموبيلز بتساعد تمام؟ هلأ بنجي لميزة الكفيت هاي الكفيت بتفوت عليها كمام تكبس عليها فبيقلبوك كمان على صفحة بيقول لك انه هون حط رقم موبايلك رقم جوالك تمام؟ بتحط رقم موبايلك انت اللي هو شو ما كان الرقم بتحطه تمام؟ بعدين بتعطيه فيتا تمام؟ وبينقلك بعدين هون على صفحة تانية هاي بصراحة ما نتأكد منها 100 ناسيان لانه بصراحة صاري زمان كتير مفعل هنا بس بظن انه بيبعط لك كمان رسالة على البوشتان وبيقول لك انه توافق على هذا الشي اللي انت بدك اذا بعت لك رسالة على البوشتان فو توافق عليها انه انت موافق وكله تمام بس فعلتها هاي حطيت رقم موبايلك وحطيت المعلومات اللي بدون إياها بعدين بقى بتصيب تفوت بيطلع لك مثل هي الشاشة تمام؟ وهون اشارة زائد بتكبس على الاشارة الزائد هاي بس تكبس عليها بيطلع عندك كل شي ارقام اسماء ناس موجودة عندك على الموبايل تمام؟ هلأ يلي بيكون عنده هاي الميزة اللي هي الكفيت بتلاقي محطوط على اسمه مثل هاي لح ورجيك انا كيف هيك بتلاقي محطوط اشارتين صح انه هذا الشخص عنده هاي الميزة تبع الكفيت تحسن تحول له مصاري فورا ولي ما عنده هاي الاشارتين تبع الصح معناته هذا ما عنده الميزة تبع الكفيت تمام؟ هاي بالنسبة للكفيت هاي كمان كتير كمان سهلة وظريفة وممتاز يعني بحسة انا منيحة يعني هاي بالنسبة للاحيان الواحزة كان مضطر تصل اصدق مثلا بده كذا فهاي الفكرة منيحة بصراحة تمام؟ هاي كل الميزات اللي حكيناها عن برنامج شباركسي وزا في عندكم اي اسئلة واي استفسارات عن البرنامج تبع شباركسي اكتبوا لي كمان بالتعليقات ان شاء الله بحاول انه بشرح لكم عنها بس هاي الميزات اللي اعطيتكم عن البرنامج اللي هي الاساسية والمعتمدة وكل الناس تستعملها تمام؟ تمام هذا كان درسنا الاخير لليوم عن برنامج شباركسي وان شاء الله كون فدتكم بهالموضوع ورجاء ثم رجاء لا تنسونا من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وعملوا لايك وعملوا مشاركة للفيديو كمان ان شاء الله خلينا نحاول نستفاد قدر الامكان من هالفيديو اللي عملنا بتشكركم بتشكر المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة